في سياق النذي صيلة أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيجري جولة أوروبية الأسبوع المقبل لزيارة فرنسا وبريطانيا وألمانيا يبحثوا خلالها العلاقات الاقتصادية ورفع العراق من لائحة الدول التي تسمح بتمويل الإرهاب وقال مصدر مطلع في رئاسة الوزراء إن الكاظمي سيطلب من البرلمان الأوروبي يرسل مراقبين دوليين للانتخابات المبكرة المزمع إقامتها في حزيران المقبل وأضاف المصدر أن الكاظمي سيبحث تقوية العلاقة مع فرنسا وسيطلب رفع العراق من الدول التي تمويل الإرهاب وتسمح بتبييض الأموال لا في تنيل أن مشاريع اقتصادية ضخمة بين بغداد وباريس ستكون حاضرة على طاولة الكاظمي وماكرون